أهلا وسهلا فيكم من جديد يمكن في الأون الأخير عم نسمع عن تفاقم بمشكلة وأزمة عدم الممانعة لحاملية الكرت الأزرق أزمة قديمة ومن بداية هذا العام الحالي تجددت لألاف الأشخاص حاملين البطاقة الزرقة ممنوعين من السفر ناس عايشين من سنين تفاصيل مؤلمة أفراد وعائلات تناثرت نسأل اليوم نعرف أكثر من التجمع الفلسطيني لحرية الحركة واختيار مكان السكن حركة نسمع عشان كلنا نكون عاصل قاعدة لدينا إدراك وفهم للتعقيد في هذه المشكلة أو الأزمة التي حصل اليوم مع ألاف الأشخاص وأشخاص أكيد يعيشوها من سنوات معنا من داخل الستوديو الأستاذ مجدي أبو زيدة لصبحك بألف خير شكرا على الحضور نبدأ من السؤال الأبرز مين هم الأشخاص الفلسطينيين اللي بيحملوا البطاقة الزرقاء؟ طبعا البطاقة الزرقاء هي للفلسطينيين المقيمين أو أقاموا بعد نكبة 48 في قطاع غزة أو ولدوا لأباء انولدوا في قطاع غزة أو أقاموا في قطاع غزة في الفترة من 48 بعد 48 مباشرة وإذا بدنا نسهلها أكثر الأردنيين من أجل المرور إلى الأردن أو زيارة الأردن أو استخدام الأردن كممر يعني من طريق المطار بيطلبوا أو بيصنفوا الفلسطينيين إلى تقريبا ثلاث أصناف الصنف الأول هو حملت الكرت الأصفر في ثلاث ألوان عشان نكون واضح في عينة ثلاث ألوان كرت الأصفر هو للمواطنين الأردنيين الفلسطينيين بنفس الوقت اللي معهم هوية فلسطينية وهان مسموح الحركة تبعتهم بدون أي إعاقات في الكرت الأخضر هو للفلسطينيين اللي أقاموا في الضفة الغربية خلال فترة اللي عقبت النكبة اللي عند السبعة وستين وما زالوا لليوم أو أقاموا في المملكة الأردنية وتحدياً بيحكي على الفترة اللي كانت الأردن تحكم فيها الضفة الغربية من 48 إلى 67 هدول بيحملوا كرت أخضر وهدول كمان ما عندهم مش مشكلة في المرور بيقدروا إنهم يستخدموا معبر الكرامة بكل سهولة هلأ ما دون ذلك ما دون الكرتين الأصفر والأخضر في عندنا الكرت الأزرق اللي هو يشمل الفلسطينيين اللي في غزة أو اللي انولدوا لأبائهم في غزة أو حملة الوتائق الفلسطينية للاجئين الفلسطينيين سواء كانوا مولدين أو أبائهم مولدين بعد النكبة في مصر على سبيل المثال أو العراق أو سوريا أو لبنان وكافة الأماكن الأخرى حتى في ناس كانوا من هاي الشرائع في عندها كرت أخضر وعادة بيحمل البطاقة الزرقاء عند مرورهم من المعابر الأردنية هم بطروا يحصلوا على عدم ممانعة هم مدفوعة أو أوراق يعني يجب الحصول على حملة الكرت الأزرق كان مطلوب منهم تاريخيا أنه يكون في عندهم عدم ممانعة زمان كان في شيء قبل ما نجيء السلطة كانوا بيسموه تصريح الشوة تصريح الشوة هذا كان للناس المقيمين في غطاء غزة كل بتروح بتدفع مبلغ معين وبتاخد ورقة من اللي هو المركز هذا اللي هو يعني الإغاثة على ما أعتقد اللي ما اعتمروا إلا بدونه اللي بدونه بعدين صاروا تساهلوا فترة من فترات تساهلوا وصاروا يقولوا فوق الأربعين بلزمش النساء بلزمش بعدين رجعوا وشددوا حسب الوضع اللي بيكون موجود في الأدن حاليا من نهاية خلينا نقول من منتصف العام الماضي بدأت تشدد الإجراءات شوي شوي على حصول عدم الممانعة من أجل المرور حتى مرور بالمطار كانوا يساهلوا كتير بالزمان يعني كان بالمطار كمان على الحدود وعلى الحدود طبعا طبعا إذا كانوا فترة من فترات حتى إذا بروح لهم حدا مع يعني تأشيرة صفر ويعني حجز طيران كانوا إذا بسألك طب وين رايح على المطار قديش طيارتك كمان شوي مثلا العصر المغرب بقول لك ألا وسألك فيك تفضل يعني مع السلامة اليوم تقريبا تقريبا ما بترغول إنه أصبحت من شبه المستحيلات ممانعة طب لا نعرف ليش بس كمان بدي أصلك قديش عديش هم نحكي عن كم من الناس عشان كمان نكون فاهمين إحنا نحكي عن ألف أو نحكي عن آلاف الأشخاص حتى لو غيروا أماكن سكنهم بمعنى إنه إذا أنت من غزة وسكنت في الضفة والحملة كمان مؤخ يعني تجمع الخاص بكم اشتغل على تغيير أماكن السكن هل هذا بيع في هدول الناس نحكي عن عدد قليل أو عن آلاف الأشخاص اللي اليوم عندهم هاي الأزمة الحقيقية هو بالتأكيد ألاف الأشخاص لأنه كل الفلسطينيين اللي موجودين في الضفة الغربية باستثناء اللي كانوا موجودين خلال فترة حكم الأردن هم بيحملوا كرت أزرق بما فيهم اللي اللي انولدوا في غزة أو أباء من غزة أو العائدين حتى العائدين اللي حصلوا على كرت أزرق موجودين في الضفة الغربية أنا بتقدير إنهم هدول بجوز عشرات الألاف لأنه في ناس مباشرة يعني إحنا بنحكيش وغيروا عنوين هم مقيمين من عشرات السنوات من بعد السبع وستين في عشرات الألاف من الناس اللي مقيمة في الضفة الغربية إقامة كاملة وبالرغم من هيك لا تستطيع ينطبق عليها ما ينطبق على أستاذ مجدي هل بهذه الفئة يعني من نزعج كمان بس يكون في كل هاي التقسيمات حاضرة في حديث نظفة وغزة وكروت ألوان يعني واحد كمان عشان هيك كمان المرات بيكون عندنا صعوبة فهم القضايا اللي بتخصنا من كتر كمان تشعب هاي التصنيفات ولكن المشكلة بعدم وجود نص واضح بشكل أساسي بالتعامل مع هاي الفئة يعني زي كأنه في مزاجية في الموضوع إحنا هاي المرة بيمررنا زي ما انت قلت بروح على المطار إذا كمان سعتين تيارتوا بمرؤ أو مرات إذا بعرف حدا وبعرفش حدا ممكن أمرؤ بس بالأساس هل في تفصيل شيء بخص هاي الفئة قانون صيغة للتعامل بشكل أساسي فيه بينهم ضامن ولأساسا هذا لا يوجد وعشان نكون واضحة الأمور هو فيه يعني مجموعة من الإجراءات والقوانين الأردنية الأردنية اللي بتتعلق في اللي بتسموهم كانوا أهالي قطاع غزة ومن هم يعني على شكلتهم زي حملة الوثائق للاجئين الفلسطينيين باستثناء الناس اللي كانوا مقومين في الضفة الغربية أثناء حكم الأردن هذه فيه مجموعة كبيرة جدا من الإجراءات والقوانين أنا ما بدي أخوض فيها لأنه بصراحة مش متمكن تماما فيها ولكن حتى أهل غزة اللي عايشين في الأردن أو اللي انولدوا لأباء كانوا موجودين في غزة وموجودين في الأردن في عندهم صعوبات بدأت تتحسن أحوالهم شوي شوي واضح حاليا ولكن ينطبق عليهم إجراءات خاصة لا تنطبق على باقي الأردنيين فهم في عندهم إجراءات خاصة هلأ هو في الفترة الأخيرة بدأ فيه تجديد كبير وإحنا بصراحة مش فهمين شو السبب يقال ما بين الكواليس أنا ما بحث بدي أخوض في السياسة الأردنية لأنه هذا الشأن داخلي أردني ولكن يقال أنه هم يعني بكفينا الإشكاليات اللي موجودة عنا في عنا لاجئين من سوريا ومن العراق وعنا إشكاليات وليبيين ويمنيين ولآخره فإحنا يعني بكفينا هذه المشكلة وبناش نضيف إلنا كمان عبئ الملف أهل غزة اللي حاليا مصر مغلقة مع بر رفع وإحنا ما بدنا نشيل بكفينا اللي عنا يعني هذا بشكل غير رسمي ويحكى ولكن على أقل ما بنحكى بالصيغة العلنية وبالتالي هم ما بدوا مخوضوا في هذا الملف بالرغم أنه هذا الملف ممكن يتفكفك ويتقسم أهل غزة كمان من حقهم إنه ممروا من حقهم كذا هذا مشكلة السلطة ومشكلة الاحتلال ليش مشكلة الأردنيين بصراحة خلي أسألك سؤال عشان كمان كمان عارفين طبعا يعني إحنا بالآخر إحنا في عنا كل شخص إله حاضن يريدون يلجأ لها يعني إحنا مشكلتنا كفلسطينيين بدنا نلجأ للحكومة تاعتنا لسلطتنا الوطنية الفلسطينية عشان كمان حل مشاكلنا هم كمان من دورهم يتفاهموا مع الجانب الأردني فعمليا توجيهنا وحديثنا هو متعلق ب مع القيادة الفلسطينية مش إنهم نعرف في الأردن من دورها ولكن إحنا كمان بدنا جهة نقدار نوصلها سؤالي كل هاي الأشخاص الأشخاص بحالاتها المختلفة اللي منهم ما زال مكتوب على هويته غزة أو غير مثال بقامته وين بلجأوا عادة إذا عندهم مشاكل بالأوراق عشان كل واحد يشرح مشكلته أو يلاقي حل يعني هل في يجيها فلسطينية ما في عنوان السلطة الفلسطينية يعني بصراحة عكيها تتنصل من هذا الموضوع وفي ناس إحنا اكتشفنا خلال عملنا في الفترة السابقة اكتشفنا إنه أغلب المسؤولين الفلسطينيين بيعرفوش عن هذا الموضوع أو بتهربوا ويخوضوا في هذا الموضوع وبذلك يقول لك فيه حساسية بالملف الأردني وبالناشى نزعع الأردنيين وبالناشى كنا والموضوع أنا مستغرب إنه يعني حتى الأردنيين مش فاهم كيف بدون يزعلوا إذا أنت بتحكي معهم يعني أردن معترفية في دولة فلسطين وفيه علاقات تاريخية وستراتيجية والأردن يعني من أقرب المقربين للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية وبالتالي أنا متأكد إنهم يكونوا متفاهمين إذا رئيسنا بيحكي مع جلالة الملك أو يعني عن مستويات الوزارة الخارجية بتحكي مع وزارة الخارجية أو رئيس الوزراء بيحكي مع رئيس الوزراء أبس صور بلاقوا حلول مش موضوع صعب وأستاذ مجدي يعني هو الموضوع بسيط مش معقد الناس مش طالب لوجوء سياسي بالزراب لا إحنا بنطلب مرور أو زيارة حق في الحركة حق يعني على حدود الدول في كل مكان موجود هذا الشيء مش يعني إضافي منطلبه طب سؤالي هل إبما إنكم إنتوا كمان تجمع هل فيه تجمعات وحملات أخرى بتشطل على هذا الموضوع عشان كمان إحنا نكون فاهمين كل التجمعات أو المؤسسات بتشطل على حرية الحركة هل فيه دور يوم بارز بهذا الموضوع وهل فيه كان ردود من السلطة واضحة بخصوص هذا الموضوع إحنا بصراحة يعني قبل فترة بدين في هذا الموضوع أوجهنا كتب للرئيس ولرئيس الوزراء وملمي ما حصلناش عرض من الرئيس وحاولنا ولكن ما قدرناش مع رئيس الوزراء قبل فترة قريبة قابل الكاتب والصحفي داود كتاب وبنشكره جدا على فتحه لهذا الموضوع وبصراحة هو اللي حكى مع رئيس الوزراء ورئيس الوزراء وعد إنه يتابع هذا الموضوع نتمنى إنه يستمر إحنا حاليا فيه جهود كبيرة جدا تبدل في هذا الموضوع وبدينا نلاقي بعض تجاوب خاصة من الأردنيين حاليا بنطالب يعني ننقابل مسؤولين فلسطينيين بنطالب من قابل الرئيس ورئيس الوزراء ومدير المخابرات الفلسطينية حتى وهون بس تحكي بنطالب مين تشمل يعني هل تشمل هذا التجمع تشمل حملات أخرى هل أهال نفسهم حملات أخرى في بعض جهود فردية بوذلت يعني فيه أكثر من أحدا حكى مع الرئيس ومع مدير المخابرات حسب علمنا يعني الفلسطينية وفيه ناس حكوا مع المخابرات الأردنية أو مع وزيرة الداخلية الأردني أو يعني مع أطراف أردنية مختلفة حاليا في حملة إحنا كمان مع الأردنيين بنخوضها حكينا مع نقابة الأردنيين المحامين الأردنيين حكينا مع وسائل علامة بالأمس كانت إحدى زميلاتنا في الحملة وفا عبد الرحمن كانت موجودة على راديو أردني راديو البلد تفهمك وكان أيضا فيه راح يكون فيه إلها لقاء يوم الأربعاء مع عدد من النواب مجلس العياء مجلس النواب الأردني المسؤولين عن ملف غزة وأيضا قد نتمكن من مقابلة يعني ضمن جهود الحملة مع مجموعة من الأردنيين وعدوا أنهم يساعدوا أنه يعرضوا الموضوع على وزيرة الداخلية الأردني الجديد يتأمن لأنه ينحن إذن هذا إجابة على سؤال أنه وين اليوم الموضوع وين الأزمة موجودة الأزمة الموجودة اليوم فيه محاولة للتشبيك مع جهات مختلفة بما فيها الجانب الأردني والجانب الفلسطيني الحملة إمتى راح توقف يعني إيش المطلب اللي أنت بتكونوا راضين بس توصلوا له اللي بشمل الفئات مختلفة هذا سؤال صعب لأنه بصراحة يعني أنت بتعرفي فيه قيود كتير علينا على مكان السكان فيه ألاف الناس اللي موجودين هون عايشين من عشرات السنوات أو من سنوات على الأقل وهويتهم عنوانهم غزة ولا يتمكنوا من الحركة حتى بين المدن الفلسطينية مش بس خارج يعني أنه على الطفة وفيه وأهلنا في غزة طبعا يعني يعانوا الأمرين طلاب حصلين على منح دراسية وعلى فيز كمان لدول أوروبية وحتى في عندهم موافقة مسبقة إسرائيلية لمرورهم ولكن ينتظروا في مخرج سواء كان عن طريق الأردن أو عن طريق يعني عن طريق عدم الممانع الأردن يعني عن طريق فتح المعبر اللي له 70 يوم أو 71 يوم المعبر الأردن المصري لم يفتح وكمان بس يفتح الناس كمان تتلاقي مشاكل على المرور طبعا طبعا فيه مشاكل كتيرة ورشاوي من هاي النقطة يعني نحب تحكي لنا إذا كمان أنتو بتشتغلوا مع ناس بقصص مختلفة عشان كون أقرب لهذا الشيء لأنه لأسف اليوم مع كم المشاكل موجودة مع كم التحديات الموجودة إحنا عم نصير مجموعات كل مجموع عم بتركز على الشيء اللي كمان هذا جزء من القوانين المفروضة عنه وسياسة البلد وسياسة السلطة إنه كل واحد بده يشتغل مع شو في ويرقد ورا همه والناس بترى تشعر مع بعض لكن كل شخص بده يعيش هذا الشيء إنه هو ممنوع يتنقل من رمضة لأي مدينة أخرى يشعر بخطر مجرد إنه هو مدعو على شيء بمدينة أخرى أو حتى ممنوع من السفر يعني هذا سجن كبير إحنا نحكي عن ناس معتقلين جوه سجون يعني طبعا أنا خلينا أحكي لك بس بعد إشاراتي أو أمثلك أنا أحكي لك يعني مثلا أنا زوج شخص خليل أنا بطلع بدرشة سافر عنوية إذا قررنا أن نسافر لأنه أنا محتاج لعدم ممانع أنا أولادي مش بس هل لأن أولادي محسوبين على الكرة حملت كرت أزرق مش أخضر زي أمهم اللي من الخليل فبالتالي هي بتقدر سافر أنا أولادي بدرشة سافر غيري بعدم ممانعة وخلينا أحكي لك أكتر هذا يعني رح يؤثر على عملنا وعمل كتير ناس بالطلب الصفر في ناس إحنا مشغويين صفر ولكن أنا عملي كمؤسسة من حقها بس حتى هاي يعني أنا كعملي بالطلب إنه أنا أتنقل وأحضر مؤتمرات وأشارك ومثل يعني اتيها يعني المؤسسة اللي أنا مديرها وآخرين بدهم روحوا يتعالجوا بدهم يسافروا ولادهم عندهم جامعات وحتى بجانب الإنسان بدهم روحوا سياحة وحتى بيحبوا الناس يروح على الأردن نحن بنحب الاردن بنحب نروح على العقبة يعني شو المشكلة إن نروح سياحة في الموضوع وهي مفتوحة للعالم كله وطالما نحن ملتزمين بالأمن الأردن والآخر أنا ابني مبارح كان في كشافة في كشافة رمالله السرية رمالله وكانوا بيحتفلوا في أحد الشاعرين وكان هو حامل العلم في مقدمة الكشافة هذا عمره 15 سنة بلغني إنه هو بجوز يروح السنة هاي في الصيف مع الكشافة الفلسطينية مع يعني السرية رمالله على الأردن في الجيش الأردني عامل برنامج للكشافة بيعطوهم تدريب وبعطوهم كذا زي كمان الأمن الوطني كانوا عاملين في أريحة أظن مازال مستمر حتى إشي زي هيك أنا مش عارفة كله إنه بابا أنت محتاج لعدم ممانعة والأغلب على الأغلب إذا استمروا وضع هذا ما راح يجيب بعدم ممانعة وراح يروح زملاء وهو يظل موجود هو مش فاهم أصلا شو المشكلة مش فاهم شو المشكلة هو مولود في رمالله وتربى في رمالله وفكر حاله إنه ما عنده أي إشكالية زي صحاب الآخرين لكن لما بيطلع على المعبة الأردن راح يقولون أنت معك كرت أزرق وإنت أبوك مولود في غزة وممنوع تمر إلا بدك عدم ممانعة عدم ممانعة اليوم مستحيلة وشوفي عشرات وألاف الحالات الإنسانية اللي ممكن تتخيليها بهذا الجارب طيب أستاذ مجري قديش الواسطة بين الناس وقديش إذا أنا بعرف حدا بقدر أمشي ورائي وبقدر أروح حتى لو كان بوقت سابق يعني اليوم إذا هو عد كل ممنوع بس قديش كمان كان هذا يلعب دور واللي معه بقدر يسافر واللي ما معه بدها تروح عليه يعني شوفي أنا بقول لك كان في مش بس عدم ممانعة كان تقدم من خلال المكتب الممثلية الأردنية اللي موجود في المصيون اليوم بطلنا إحنا نقدر نروح على المكتب لأن الجراء الجديد بجبرنا إنه إحنا نروح على شركة واصل نقدم طلبنا هناك وبجينا الرد إنه استلم أو تم رفض الطلب على الموبايل وما بنقدر نشوف حدا أو نحكي معهم بالرغم إنه هم كانوا أنا شخصيا التقيت مع القنصل وهما الأردني وهما ناس متعاونين ومتفاهمين وكذا ولكن يبدو إنه فيه قرار على أعلى مستوى فالناس اليوم غير عدم الممانعة كان ممكن إنه تعمل إشي بسامو تنسيق عن طريق المخبرات اللي من خلال العلاقات كانوا فيه ناس بيحكوا وكانوا برحبوا بسهل ويعرف نفس اليوم ممكن تحكي مع حدا وقول لك خلي يجي أو يجي بكرة أو كذا اليوم فيش حدا فيش حدا حتى مسؤولين كبار في السلطة الوطنية وعلى أعلى مستوى وما بدي أسمي مش قادرين يتدخلوا لحدا وطلعوا حتى لحالات إنسانية ما فيه وزارات ومكتب الرئيس وأجهزة أمنية مش قادرة إنه تعمل تنسيق لشخص واحد مواطن عادي يطلعوه من خلال عشان تيرفي قد يش حجم المأسا إغلاق تقريبا شبه كامل على حركتنا وعلى مرورنا فإذا مطلوب تحرك من أعلى المستويات كمان للتحرك بهذا الموضوع بطل يعني يمكن طول الوقت الناس اللي رايحة عليهم اللي عندهم مش وسطة طول وقت هدول من السنين المنسيين أساسا فإمكان هذا كمان بيحرك الموضوع قديش في عندكم تحدي وإنه هذا الحراك اللي كمان عم تشتغلوا فيه كمان الناس بقدروا ينضموا لكم على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حاملات كمان عم بتقيموها قديش يعني كمان أنتو في عندكم عزيمة للتوسيع هاي القاعدة الشعبية كمان إذا بتحب تحكيين عن شو خطتكم في المستقبل القريب وتوسية كمان وتساؤل من حقكم توجهولا كل مسؤولين الله سيدك شكرا كتير أنا بصراحة في عندنا موقع على الفيسبوك احنا عملنا هلأ حركة بالستاين اسمها اللي هو تجمع الفلسطيني لحرية الحركة واختيار مكان السكن نتمنى أنه يتم تعميمه وعمله شير وهي ووضع مشاكل وقصص إنسانية فيه وفيديوهات ولقاءات وكل ما يتعلق بالموضوع احنا عملنا خطة عمل على ثلاث مستويات في مستوى الرسمي رح يكون فيها مع الجانب الفلسطيني مع القيادة الفلسطينية والقيادة الأردنية رح نتواصل في هذا الموضوع وفيه جانب كامل عن الإعلام سواء كان محلي أو مع الإخوة في الأردن أو حتى على المستوى الدولي وفيه عندنا جانب العلاقة بالعمل مع المؤسسات الحقوقية وهي المستقلة لحق المواطن ونظريتها في الأردن ومؤسسات حقوقية وفيه تقسيم عمل في الموضوع رح نعمل حملة كبيرة وضخمة جدا نعمل إن كل يساعدنا وبنعمل تحديدا من وسائل الإعلام الفلسطينية ويعني بشكركم جدا الفلسطينيين وبدرتوا لهذا الشي كمان إنه يتم الحديث على كل الفضائيات الفلسطينية اللي بتقدر تساعد في هذا الموضوع يعني هو كمان مهم يكون حاضر حتى لجيل ججيلنا ولجيل الأصغر إنه أنا مش حامل كرت لا أخضر ولا أحمر ولا أصفر أنا مواطن بنعيش في مكان اللي يعني الوزرات فيه والسياسة تاعته بتقول الدولة الفلسطينية الدولة الفلسطينية من حق المواطنين في هاي الدولة هذا حقنا كمان وأنا بالأمس شفت كمان إنه وفاء كاتبة يعني سقفنا لازم يكون عالي سقفتاعنا في إنه حقنا إنه نسافر شكرا لك بتمنى إحنا كمان وهذا دور علينا وحمل كمان إنه إحنا ندعم الحملة في كل التطورات وكون كمان حاضر معنا قصص من الناس إنه نشعر ببعض ونحمل هملة مع بعض هذا جزء كمان من التحرك الإيجابي من أجل هاي القضايا بكتير من القضايا تغيرت وصار في عليها تغيير مجرد من الناس رفعت صوتها يعطيكم العافية شكرا لك شكرا لك ننتقل مشاهدين للأفاصل ونستكمل محطاتنا ابقوا معنا شكرا لك شكرا لك